السلام عليكم اشتركوا في القناة اليوم كالعادة ارجعت لكم فيديو جديد وواصفة جديدة اليوم اشتركوا مع بعضنا ونحضروا الكريم ديبلومات بالنسبة لكريم ديبلومات اول حاجة التي نستحقها هي الكريم باتيسير بالطبيعة معروفة نعملت 450 مليلتر حليب مستحضر الكريم باتيسير وعليهم اربع مغارف كبار سكر ذو ما هم المكونات ونبدأ مع بعضنا في طريق التحذير والتوكيمة كل عادة بش نحضروا مع بعضنا الكريم باتيسير طريقة معروفة على الاخر لنا حتيت الحليب عليها المستحضر مثال الكريم اذيك وبتبيع عليه السكر على فكرة السكر انتو ما والرغبة تنجموا تحطوا من ثلاثة مغارف كبار الاربع مغارف كبار الحقيقة لنا حبيت نحط اربع بشتيني هكا حلوة ودجا بشنا معها الكريم شانتيه معناها حبيتها تكون هكا حلوة شوية لنا بتبيع المكونات نخلطوهم بالبي ونضمنوا اللي هما تحلو في وسط الحليب بعد نحطو نطيبو عليها على فكرة المستحضر اللي وريتو لكم بتاع الكريمة ديك دي ما ناخو فيه من الليدل ويعجبني على الاخر معناها مطعم وكيمة الكريمة اللي موجودة في تونس بالضبط وحتى المكونات اللي فيه معناها قريت عليه ما فيه حتى شي مخالف للقواعد الاسلامية متاعنا بتبيع علينا مازلت قاعدة نحرك ومازلت معناها ما حليتش على الجاز كنا ضمن اللي خليت نطيب ولا لنا ليكيد وقتها نطيبو ونتحصلو على الكريمة متاعنا لنا كما تشوفو كمال طيبتها وكل عادة نحاولو معناها النقط ونحركو بالباهي على خاطر باش ما تكونناش كل قشرة فلنا بعد ما نتأكد الكريمة متاع الكل حتيت عفل في السحن ماذا بيك مخضو سحن يكون عريض شوية وإلا كبير شوية باش كتحطو الكريمة متاك وما تبداش عملت لكم تابقى خشينة ولا حاجة وكاكا متبرد لكمش في سعننا كيما تشوفو خديت سحن كبير وديركت دوم ما حتيت الكريمة متاك خديت البابية سولوفان نحاولو باش نلسقوه ديركت منو للكريمة باش الكريمة معنا ما تعملش كالفراغ وإلا كيف لهوا بينها وبين البابية سولوفان كيما ريت وقعدت نلسقها بالباي للبابية المرحلة هذي راو مهمة على الأخر على خاطر الكريمة من بعض حشدنا بيها باش تبرد وباش تحافظ على القويم متاحة كيما هو لنا بش نخلي الكريمة بتايت تبرد وفي الأثناء بش نعريكم شنوه بش نحضر آخر الكريمة ديبلومات لنا الكريمة ديبلومات نستحقوا آخر الكريمة شانتي اللي هي من مكونات الأساسية لنا عندي مستحضر متاع الكريمة شانتي واحدة سوكورباني ومتين جرام كريمة الخفق وإلا شلاكزانة تكون يلزمها باردة معناي مثل لاجة ما هيش بحرارة الغرفة لها دي ياسر مهمة لنا بش نضعف المكونات معناها بش نستعمل أربعمائة جرام كريمة الخفق عليها مزوز وحدات سوكورباني وزوز مستحضر الشانتي هذو ما هما المكونات وطور نبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير لنا كيما كل عادة نحطوا آآ نحطوا معناه الكريمة متانة كريمة الخفق هي اللولة كيما قلت لكم راوية لازمها تكون باردة ضروري برشا تكون معنايا نخرجوها من فريجيتير خطر كان بش تبدأ سخونة ما تنجم ما تنشحي الكمش وحاجة أخرى بكريم سيت ما قلت لكمش او مو تكون فيها 30% متير غاس الشلاكزانة وإلا كريمة الخفق ولنا بتبيعة الكريمة الخفق بش نو قد نركب فيها بالباية من اللول ومبعد نولي نديفلها السوكورباني والمستحضر معناه من تعال الشانتي على فكرة نجمو السوكورباني تستغنو عليه تستغنو عليه وإلا تستعملوا واحدة برك انتو ما وشنو هتحبوا الحقيقة لنا نحبها تكون حلوة شوية بش نعم معناها الكمية متاحة الاصلية الكافية واللي يحب معناها اقل حلاوة او كي نقص وبتبيعة الحاجة هذي تقعد لكم حسب الرغبة لنا كي ماريت وفي المرحلة هذي بعد ما طفلت المصر حضر معناها متاع الشانتي كيف كيف السوكورباني لنا بش نقد نركضهم بالباية حكاية ثلاثة دقيقتين حتى الوين الكريمة بتاعكم معناها كي تركضوها تحسوها ولات اه ولات عاقدة لنا كي ما تشوفو حقيقة ما حبيتش نعريكم الفيديو خاطر بش ما نطولش عليكم اكثر ودجا المرحلة هذي مهمة مدام الشلاكزانة متاعكم بيردة وخرجتوها من فريجيدير راودت انشحلكم وديكم كي ما تشوفو القاوم متاحها يسر عاقدة ونا بش نسكر عليها وش نحطها نعود ندخلها للفريجيدير بش ترتاح وتديد معناها تشد روحها بش كنا نحضرها مع الكريمة باتيسير تبدأ سباعة لاخر وما تبدأش هيكلي سعيلة وطوو بش نتعددو تحثي الكريمة ديبلومات لنا اول حاجة بش نعملها خطيت الكريمة تاتيسير كي ما تشوفو نحيط منها كل بابي اذاكا ولينا على فكرة تعديت عليها تلاتة سوائع من اللي ملي طيبتها كي ما تشوفو فيها ولات عاقدة وبردتلي ولات بحارة الغرفة على فكرة لنا خليتها تبرد اه في البلاسة دي كمانا ما دخلتاش للفريجيدير ولا حاجة خليتها تبرد طبيعيا نجمو تخليوها تلاتة سوائع بقال لا اكثر اما راو تلاتة سوائع معناية كافيوا بالغرض ديجا كي ما تشوفو فيها معناية صفاء على الاخر حتى من القوة متاحة معناية ولات عاقدة وياسر شادة روحة اما بعد بش ترجع لللي تاني سال كي بش تركضوها بتبيع بالبلاي تتشوفو القوة متاحة كيفاش بش يرجع اه للتبيعة متاوي اما جزت معناها الحرارة تكون اه بحارة الغرفة وعلى فكرة الكريم ديبلومات اللينا كي ما تشوفو عملت بريسك نص ايد راحلي بمعناية في الكريم باتيسير عليهم كي ما تشوفو اربعمائة جرام ولا اربعمائة ميليليتر اه كيمة الخفق ولا كريم شانتي معناها نفس الكمية اللي تعملوها في الكريم باتيسير هي بيدها اللي تعملوها في الكريم شانتي وديكم معناها حاجة تحفونا على الاخر كي ما تشوفو الكريم بتانا رجعت اللي تعملوها في المتاحة كي ما تشوفو فيها وليت هكا كريم شوية معناها كل كريمة ولينا بش نضيف لها الكريم كريم شانتي بالتدريج نارو دوبانك نضيف الكريم شانتي ننوطيو معناها في الفيتاس متاع الميكسر ودوبانا من نختموهاش بالقويس سنوطيو معناها ياسر سايلة ومعناها متجدناش كي ما نحبو بضبط القوام متاحة كي ما تشوفو بعد ما تحصلنا على قوام كريمي بالنسبة للكريم باتيسير متانا تو بش نضيف الكريم شانتي في المرحلة هذي وبش نو قاد نركض فيها كي ما قلت لكم على فيتاس ضعيفة على الاخر على فكرة انتو ما تنجمو المرحلة هذي معناها تستغنو عليها تضيفو بالكميات معناها صغيرة على الاخر بالنسبة للكريم شانتي وتقدو تحركوهم معناها بالسياسة حتى تلوين الكريمة متاعكم معناها تتخلط بالبال حقيقة لنا ما حبيتش نعمل الطريقة هذي اعطيتكم طريقة سهلة اما جوست تحركوها معناها فيتاس ضعيفة ولا تحركوها بشوية لانك ما تشوفو الفيتاس اللي نحرك بها فيتاس ضعيفة معناها بش الكريمة متاحة متاحة لناش وكيف كيف زادة متوالي لناش لي كيد لان على خاطر كان في المرحلة هذي نخلطو على على فيتاس قوية ردوا بالكم راوت نجم الكريم ديبلومات متاعكم تفشللكم وما تجيكمش معناها القوام اللي حاشتكم بيه بالضبط اذاك علاش يلزمكم في المرحلة هذي نكونوا حاضرين على الاخر لان الكمية اللي 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 ضفتها من الكريم شانتي كي ما تشوفو فيها تأكد منها اللي هي معناها تخلطت بالباهي طبش نضيف بقية الكمية الثانية وكل عادة لنا بش نكمل نركضها حتى الوين تحصل على القوام اللي حاشتي بيه لانا جزت قلتلكم اه انتوما معناها بشنو تحبو تحبو تعملوها بسباتول معناه تحركوها وتوسعوا بالكم كل شوية تضيفو كمية صغيرة وتحركوها ولكن ما لنا اه معناها حاجة سهلة على الاخر جزت من بعض معناها ببعض ما تكملوا التخف قوة الى تتركضوا الكريمة دخلوا على الفرجدير مينموم ستة سوايع من بعد تخنو بها عادي بش تكون شادة روحها على الاخر ما تبديش يكلي سيلة ولا حاجة بالاخر كان يبدأ عندكم التقس سخون ردوا بالكم ما يزمو كمش معناه دوما تتركضوها ولا دوما تتحضروا معناه الكريم ديبلومات تخنو بها على خطر ما تنشح الكمش ديكم معناه ياسر سيلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعدها نكون وصلنا لاخر الفيديو متعنا بالنسبة لليوم هذه الكريم ديبلومات بعد ما كملت حذرتها لنا جزت باش ندخلها للفرجدير حكاية ستة سايع من امام وبعد تخدموا بها شنو اتحبوا على فكرة جيت بنينة بنينة على الاخر ستقوني قد ما نقول لكم بنينة وشوية لقد قمت بها جنواز حصلوا من احكي لكم قضية جيت خفيفة وكيمة لتتباع في الشارع بالضبط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة